يبدو أن سياسة تعريب المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وخاصة في كاركوك لم تنتهي بانتهاء النظام السابق ومن رغم من وجود المادة 140 الدستورية التي وضعت لحل مسألة تلك المناطق عبر إيقاف التعريب وإعادة الأمور فيها إلى ما قبل حملات التعريب في عهد النظام السابق إلا أن تلك المناطق وخاصة بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017 وانسحاب قوات البيشماركا من كاركوك وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم قد شهدت المزيد من حملات التعريب وبهذا الخصوص أكد أضو مجلس النواب العراقي ماريوان نادر أن الإدارة المفروضة على كاركوك بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر قد سلبت من الكرد نحو مائة وعشرين منصبا إداريا وأمنيا وطبيا ومنحت تلك المناصب للعربي والتركمان بدوره قال المدير السابق لشرطة الأقضية والنواحي في كاركوك العميد سرحة قادر إن العشرات من المناصب الهامة في كاركوك قد أخذت من الكرد ومنها إدارة أمن كاركوك وإدارة الأمن الوطني في كاركوك وإدارة شرطة الأقضية والنواحي في كاركوك ووصفها بأنها كلها من المناصب المهمة وتم توزيعها على العربي والتركمان كما سحبت الإدارة المفروضة على كاركوك العديد من المناصب الإدارية من الكرد ومنها منصب المحافظ ورئاسة مجلس المحافظة وقائم مقامية مركز كاركوك وقائم مقامية تازة خورماتو وقائم مقامية داقوق وإدارة بلدة دبز وأكد مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خورشيد أن أربع عشائر تم تسليحها من قبل الإدارة المفروضة في كاركوك ويقوم مسلح تلك العشائر بخلق المشكلات ومضايقة المزارعين الكرد بينما طالب السكان قرية بلكانا وفد مجلس النواب العراقي الذي زار القرية مؤخرا بإيقاف عمليات التعريب التي تطال قريتهم وبقية المناطق الكردستانية خارج إدارة الأقليم مشيرين إلى أن ناحية سرقران التي تضم أربعين قرية كردية وقريتين عربيتين تتأرض للتعريب والتغيير الديمغرافي